إن شاء الله بإذن الله يوفقنا ونكسب إحنا دايماً وراء الأهلي في أي مكان وفي أي حتى هنسافر وراء النادي متعودين نيجي وراء لأن الأهلي هو مصدر فرحتنا يعني وهو الحاجة الوحيدة اللي هتساعدنا إن شاء الله وقلنا سيقا إن شاء الله في اللعيبة وبإذن الله إن شاء الله إحنا ستنادي اللعيبة كلها عند إسرار والجمهور نفس كلنا إن شاء الله بإذن الله نجيب أفريقيا بإذن الله طبعاً هي الأولويات لنا الملعب بتعراضي صغير ملعب سوسة بصراحة ملعب سوسة صعب جدا حتى في الأرضية في الكلام ده إحنا طبعا نادي الأهلي إحنا قوة ضربة في أفريكيا إحنا أكبر نادي في أفريكيا فإن شاء الله ربنا هيكرمنا معنا لعيبة رجالة ومعنا جهاز فني محترم وإن شاء الله ربنا هيكرم السنة دي بإذن الله ونخد أفريكيا أفريكيا السنة دي إن شاء الله إحنا نويين عليها من أول مطش في المجموعات وإن شاء الله اللعيبة السنة دي رجالة وهم نويين على البطولة وبصراحة شايفين فيهم تركيز وشايفين فيهم حماس كويس جدا وكلهم نويين فيه روح بتاعت 2006 موجودة روح لو كانوا نشوف في 2011 روح البطولات بص البطولة ببنى من أولها اللعيبة الثانية نزلين حتى منطوشة الدورة بنجيب جون التاني اللعيبة بتلعب مفيش سكور يعني مش معنا جمنا كنا بنشوف قبل كده بصراحة جمنا جون بنهيب عليه السناجة الحمد لله اللعيبة نزلة نفسها مفتوحة نزلين يعملوا سنة للتبيخ 2020 إن شاء الله ستبقى سنة تبيخية للأهل بالتبيخ كل مرة الأهل بيجي في تونس هو بينوروا الجالية المصرية والجالية المصرية بتبقى مستنية منه هنا في تونس يرفع راس مصر أولا ويرفع راس جمهور النادي الأهلي في حالة أنه فريق نجم فريق كبير النادي الأهلي الفريق الأول في أفريقيا الأهلي عند شخصية البطل اللي عايزين شخصية البطل تاني ترجع مباراة صعبة الحية بس عندنا أولوية أننا عارفين ملعب رادس يعني أفتكر أن الملعب رادس هو يعني يعتبر ملعب النادي الأهلي أكتر ما هو ملعب النجم السحلي النجم السحلي بالعب دائما متعود نلعب في سوسا فدائم كنتدى كعب عالي النادي الأهلي النادي الأهلي عارف الملعب هنا عارف الجمهورين عارف الأجواء كل من نتمنى أنه لعبة تبقى رجال على وزن المسئولية عندنا جهاز فان جديد عندنا فريق كتير محتاجين يبقى فيه جرينت محتاجين أن الناس تبقى عارفة شخصية النادي الأهلي جمهور الأهلي نحن نعود كل السنين دي مستنين بطولة أفريقيا الأهلي كمان خسر هنا من سنتين في النهائي محتاجين نرجع تاني ونعوج جمهوري النادي الأهلي ونرفع مع ضقت المباراة اللي فاتت واللي جاي قطوة الطائرة الخاصة قطوة ممتازة جدا من ندارة الأهلي إنها تقلل إحوك عن اللعبة شوية إحنا عندنا ضقت المباراة عندنا يوم الثلاثة الجاي تقام ماتش الكياس بعد كده يوم الجمعة عندنا تاني الهلال فكل وراء بعضه وإحنا الحمد لله دلوقتي بفضل الله يعني وما شاء الله في أعلى مستوياتنا الفنية الأهلي بيقدم أداء ممتاز جدا مع فيلر ونتمنى إن شاء الله نحافظ عليه ونبدأ البطولة إن شاء الله في دور المجموعة بأول ثلاث نقط من هنا من تونس خاصة إن ده مش ملعب النجم هم زيهم زينا غيرين أغرب يعني فإن شاء الله بنا يكربنا وناخد أول ثلاث نقط هو النجم يعني إحنا لنا باع طويل معه وإن شاء الله نعمل مورة كويسة بالشكل بالأداء اللي هم قدوا في الجونة إن شاء الله هنكسب النجم ونكسبه بسكور بإذن